من موسكو معنا لمناقشة هذا الموضوع المحلل السياسي الروسي الدكتور رولند بيجاموف دكتور رولند مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا في الأخبار الليلة كم فعلا حرب أوكرانيا أفقدت روسيا دورا كان فعالا بالمنطقة العربية بشكل عام وبالشرق الأوسط مساء الخير لارة شكرا لاستضافتي أعتقد أنها ربما تنطلقون من المقالة التي نشرت في فورين بوليسي للأسف الشديد في الأون الأخير هناك مقالات كأنها مالية بروخ البروبغاندا وأصبحت فورين بوليسي صراحة الآن مصدرا للكلشيحات البروبغاندية والعبارات ومثلا أنا لا أتفق مع هذه الفرضية أهلا الأكس من ذلك دور روسي ازداد في الشرق الأوسط ولكن هو الدور للدولة التي أصبحت ذات السيادة وليست هي دولة كما كانت في بداية التسيينيات من القرن الماضي عندما كانت مطيئة للغرب وكل سياساتها الخارجية أحيانا كانت تدار بالنصائح من واشنغتون بما في ذلك من المراكد ثينك تانكس ومن الصحف والأعلام مثل فورين بوليسي ربما هناك الحنين لدي فورين بوليسي لهذا الوقت ولكن الأمر ليس كذلك وصول اللجنة العربية والإسلامية إلى موسكو اليوم هو الدليل أن دور موسكو ما زال قائما وهناك القدرات الروسية في الدبلوماسية وفي الشرق الأوسط بل الآن موسكو في صراعا مع غرب ويواجه التحدي الكبير هذا لا يمنعها من قبول الوفودة العربية والمشاركة في السياسة الخارجية بس بنفس الوقت نحن نتحدث هنا عن الدور بمجلس الأمن الحراك الذي كان يمكن لروسيا أن تقوم به من ناحية التأثير على الدول الأخرى التي تحمل الفيتو بمجلس الأمن هذا أيضا وليس دفاعا هنا عن مقال فورين بوليسي ولكن هذا ما تقوله الصحيفة بأنه لم يعد موجودا ونحن رأينا حراك روسيا بأول هذه الحرب كان في حراك كبير بمجلس الأمن لتمرير مشاريع قرارات لوقف إطلاق نار وهذا لم يحصل ولم يلقى اهتماما هذه النقطة التي نسأل عنها هنا ينبغي أن نفهم بأن هناك عامل ندية شغال في هذه الأمور هناك موقف الصين وموقف روسيا دائما يجب أن يكون الموقف الخصم الجيوستراتيجي الولايات المتحدة والدول الغربية ضد روسيا وضد الصين فلذلك أصبح اليوم مجلس الأمن الدولي منقصما على مؤسكرين هذه هي الواقية وهذه هي الخقيقة نادرا ما نستطيع أن نجد الحلول ولكن هذا لا يمنعنا من مواصلة هذا الكفاخ ومن مواصلة هذا الأمل الصحيح الصح يجب أن يتقل ويتنفس ولذلك روسيا والصين لديهما موقفان غير مواقف طالات دول أخرى أعضاء في المجلس الأمن الدولي ولا نستغرب من ذلك واللافت اليوم أيضا بالمناسبة كلام لاوروف اليوم في اللقاء مع الوفد كان اللافت هناك بأن لاوروف أشار إلى ضرورة إيجاد عالية جديدة ديبلوماسية لدعم التسوية في الشرق الأوسط وبمشاركة الدول العربية والإسلامية وانتقد في نفس الوقت الدور الغربي والدور الأمريكي بالأخص وقال أن الولايات المتحدة هي التي قامت بتعليق عمل ربائية دولية هذا كان أنا أعتبره شيء جديد اليوم الذي تحدثنا أمس وكنا نتوقع ما هو الجديد الذي تقترهه روسيا وروسيا اقترحت اليوم وهو جانب جديد في السياسة الروسية بالإضافة إلى النقاط الأخيرة الثابتة المعروفة وهو الإصرار على حل الدولة في الدرجة الأولى بانتظار فعلا أن تتبلور هذه الرؤية الروسية وطبعا سنرى ذلك بالفترات القادمة أريد أن أتوقف مع حضرتك دكتور رولند على العلاقة الإسرائيلية الروسية هذه العلاقة التي مرت بعض المطبات بالفترة الماضية أيضا بما يرتبط بحرب أوكرانيا السؤال واجيخة أشكرك على هذا السؤال صراحة أن الألاقة ليست كما كانت قبل بدي هذا الصراع في قطاع غزة وحتى قبل بدي الصراع في أوكرانيا لأن الألاقة تدحورت حتى قبل وصول نتنياهو إلى سدة الحكم والآن الألاقات ليست كما كانت عليها ألا رغم أن هناك بعض الشخصيات الإسرائيلية ما زالت تفكر بأن كل الأوراق اللعبة السياسية بالأخص الداخلية في روسيا في أيديهم وليس كذلك المجتمع الروسي معظم المجتمع هو شعوره ويعرب التعاطف مع الشعب الفلسطيني وقاضياته العادلة وفي نفس الوقت هناك التنديد والانتقاد للسياسة الإسرائيلية وهذا طبعا فترة أيام وردية في العلاقات بين روسيا والإسرائيل انتهت ولن تعود في المستقبل القريب أسئلة كثيرة ما زالت متبقية لسيامة بهذا الإطار للأسفة وقت المقابلة ولكن لنا لقاءات أخرى دكتور رولند بيجاموف ضيفنا من موسكو المحلل السياسي الروسي شكرا جزيلا لك